حدثنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت قال حدثني ابن عمر عن أبيه عن أم سلمة أن أبا سلمة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إن لله وإن إلي راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها فلما قبض أبو سلمة خلفني الله عز وجل في أهلي خيرا منه حثنا يونس قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن عمر يعني ابن أبي عمر وعن المطلب عن أم سلمة قالت أتاني أبو سلمة يوما من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به قال لتصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه فلما توفي أبو سلمة فاسترجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه ثم رجعت إلى نفسي قلت من أين لي خير خير من أبي سلمة فلما انقضت عدة استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي فغست يدي من القرض وأذنت له فوضعت له سادة آدمين حشوها لي فقعد عليها فخطباني إلى نفسي فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة في ولكني أمرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به وأنا أمرأة دخلت في السن وأنا ذات عيال فقالا أما ما ذكرتي من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك وأما ما ذكرتي من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك وأما ما ذكرتي من العيال فإنما عيالك عيالي قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سلمت سلمت فقد أبدلني الله بأبي سلمت خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا